بسم الله الرحمن الرحيم إلى الآن ما شفنا كيف ممكن نعتمد على في عملية التكرار يعني بمعنى أن نكرر حتى أو نكرر عدد من المرات حسب ما يبغى المستخدم لنفرض أنه هذا برنامج طبعا اللي شكناه في الفيديو السابق هو يطبع العداد من 1 إلى 10 بشكل التالي بين أقواس لنفرض أنه طلب منك اللي طلب منك أنك تطبع الأعداد من 1 حتى العدد اللي دخله المستخدم تطبع العدد من 1 حتى العدد اللي دخله المستخدم بنفس الطريقة بين الأقواس لاحظ هنا لاحظ معي أنه أنه عدد مرات التكرار يعتمد على اليوزر إمبوت طيب وقف الفيديو وفكر كيف ممكن تحلل البرنامج حاول تعدل البرنامج السابق بحيث أنه تطبع على حسب تطبع عدد تطبع العداد من 1 إلى العدد اللي دخله المستخدم طيب طبعا عندما نقول عندما نقول أنه راح نطبع العدد من 1 إلى العدد اللي راح يدخله المستخدم لاحظنا عرفنا من وين نبي نبدأ العدد النيشي الفالي راح تكون 1 زين عرفنا من وين نبي نبدأ عرفنا الشي اللي نبغى نكرره وهو اللي هو عملية الطباعة هذه زين هي الجزء اللي نبغى نكرر العملية اللي نبغى نكررها مضبوط اللي باقي لنا هنا أنه الشرط متى ينتفي شرط اللوب هذا متى نوقف اللوب زين كم مرة نكرر كم مرة نكرر اللوب راح نكرر اللوب إلى أن ينتفي الشرط لكن يجب أنه العدد المرات اللي نكررها هي بناء على الانبوت اللي يجينا من المستخدم إذن هنا حنا في المرة السابقة كررنا عشر مرات أو استطعنا أننا نحصل على لوب تتكرر عشر مرات عن طريق كتابة شرط هذا زين قلنا أن كاونتر أصغر منه و ساوي عشرة ليش قلنا أصغر منه و ساوي عشرة لأن نبغى نكرر عشر مرات لك إذا جانا انبوت من المستخدم زين إذن يجب أنه يكون الانبوت هو اللي يحل محل العشرة هنا مضبوط إذن راح يكون الكاونتر أصغر من أو يساوي مثلا نقول نسمي العدد X مثلا زين اللي هو الانبوت اللي جاينا من المستخدم إذن راح نكرر X عدد من المرات مضبوط ليس عشر مرات ولكن X عدد من المرات والX هذا راح يجينا من المستخدم المستخدم يتحكم بكم مرة نكرر طبعا الآن لازم نقرأ الانبوت لازم نستخدم scanner طبعا طبعا نقرأ س .next ص .next مستخدم S .next الشرط التكرار عندنا بناء على العدد اللي دخله هنا المستخدم راح نقول انه راح نكرر حتى نصل الى العدد اللي دخلونا المستخدم اذا وصلنا العدد هذا راح ينتفي الشرط وراح تنتهي نوقف عملية الطباعة خلوا نفذ البرنامج ونشوف كيف يعمل البرنامج الآن طبعا البرنامج يطلب مننا عدد input خلو نقول مثلا ثلاثة طبعا واحد اثنين ثلاثة طيب خلو نفذ مرة ثانية لاحظة الآن قوة الكمبيوتر في عملية التكرار لما قلت لك انه الكمبيوتر قوي يعني سريع جدا فلو نقوله الف مثلا لاحظة على طول يعني في خلال جزء من الثانية استطاع انه يطبع لنا الاعداد من واحد الى الف لاحظة هنا يبين لك قوة عملية التكرار اولا الكمبيوتر سريع جدا استطاع انه يكررنا العملية هذه بشكل سريع جدا هذا اولا ثاليا انه ما تستطيع انت الان تبغى تكرر العملية بناء على رغبة المستخدم ما ندري كما المستخدم يبغى يكرر العملية من مرة زين؟ فهذا شي مهم جدا نبغى نكرر العملية بناء على رغبة المستخدم زين؟ المستخدم يبغى يكرر العملية 100 مرة نقدر نكرره 100 مرة وتكتب System Out Printing ألف مرة زين هنا ما نقدر ما نستطيع أصلا يعني بغض نظر عن هالكمبيوتر سريع ولا لا أصلا ما نستطيع أننا نكرر عملية الطباعة حسب رغبة المستخدم عدد من المرات حسب رغبة المستخدم بدون استخدام لوب زين إذن هذا الفرق بين عدم استخدام اللوب و عدم وجود اللوب كذي ما كنا قبل والآن لما تعلمنا اللوب الآن لما تعلمنا اللوب صار عندنا القدر على أن نكرر العملية مجموعة عملية معينة أو مجموعة من العمليات حسب رغبة المستخدم أرجو أن يكون الكلام واضح تكون اللوب واضح طبعا هنا نسميها سمي هذه while loop تبدأ بالwhile وبعد كده الcondition حق الwhile شبيهة بالf statement إن شاء الله في الفيديو وقت قدما رح نعطي مزيد من المثل وقارن بين الf statement وبين اللوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر